اهلا فيكم حبايبي برج الجدي في قناتي لقراءة التاروت رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكسة يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الجدي ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك طبعا مثل دائما القراءة عامة يعني اشرح تنتبق على الجميع ولكن انت خد لنا الفيديو من القراءة الاشياء اللي بتحس انه بيفيدك او بينطبق عليك ما تحاول تخلي القراءة تنتبق عليك لانه مش رح تكون مناسبة للجميع ولكن ممكن يكون في اشياء بالفيديو تستفيد منه او يناسبك رح نبلش بي طاقتك اول بعدين طاقة الحبيب وخطواتكم في المستقبل ونصير العلاقة بينكم او شو ممكن يصير بالمستقبل اذا في اي اشي بيحتاج الى التوضيح رح نسحب كروت توضيحية اوكي مبلش بي كروت النصيحة لبرج الجديد مبين انه في حدا بي حياتك حاليا يا برج الجديد عم يطالب بي اهتمام اكتر منك دو سمتنج فور سامون بدك تبين مشاعرك اكتر لهالشخص لانه عم حسك او عم شوف انك منغلق او منطوي على حالك كتير وممكن عم تتعامل مع الوضع او مع الشخص يعني باسلوب صارم او باسلوب شديد في ايضا عندك فايف او اكشن فايف او فتس فعم بتحس بي خسارة اه من خسارة علاقة او عم تحس بي خيبة امل ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه اه بتحس بي او بتحس بي خيبة امل ممكن من تصرفات هالشخص او ممكن من مجرى تطور العلاقة بينكم فحاليا اه كروت النصيحة بده اياك تعرف انه اذا في عندك قرار بدك تاخده او موقف بدك تتبعه هلأ الوقت المناسب انك تاخد قرار سواء كان اه بانك تبين لهالشخص انك بتحبه او اه بدك توضح له معلومة بدك توضح له اشي معين هلأ هو الوقت المناسب انك تتخذ هالقرار فنبلش بي طاقتك اول يا برج الجديد كتير عم شوفك في عندك كتير منطوي على حالك مش عم تسمح لاي حدا يفوت بحياتك او بمجالك او بطاقتك حتى هم شوفك ايضا كتير معتمد على حالك ومركز كتير على الشغل او مركز كتير على الامور المادية بعقلك الباطني ولكن بدك بداية جديدة عم شوف انت وهالشخص بدكم بدايات جديدة بالعاطفة بالاصح ولكن انت عم شوفك بدك صدق اكتر بالعلاقة من اللي عم يقدمه هالشخص بتشوف انه هالشخص انت ممكن متقلب الرأي او كتير بيغير رأيه هالشخص وانت بدك تحكي لهالشخص معلومة انت كنت مخبيها اعترافه ممكن او بدك هالشخص يكون معك صريح جدا عم شوفك كتير معتمد على حالك وما عندك اي مشكلة انه اذا يعني العلاقة ما نجحت او اشي متل هيك ما عندك مشكلة انه عادي تكمل الوضع يعني طبيعي او انك تكون مش في علاقة يعني هم شوف الستاندردز تبعك او متطلباتك من الشخص القادم الشخص الجديد او الشخص اللي في حياتك حاليا متطلبات عالية ممكن تكون بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك عم يحس انه مهاجم بشأن الشمعيا بالعلاقة عم يحس انه مهاجم عم يحس انه في مطرح بده يدافع عن حاله ايضا ممكن يكون بتناقض هالشخص بافكاره الداخلية يعني ممكن يكون متقلب المزاج متقلب الرأي وعروض الحب اللي عم يقدمها للك او مش متل ما انت بدك ياها هي عروض فقط صغيرة يعني هي فقط بدايات ممكن يكون بدايات بالحديث ممكن يكون اشي صغير اللي عم يقدمها للك وانت عم شوفك بدك اشي اكبر من هيك بدك اشي بالاصح بالنوس اشي بالفعل تعتمد عليه او شي ممكن تقدر تقيسه هالشي بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوفك عم تيجي على حالك يعني عم تاخد قرارات بشأن هالعلاقة فممكن تقدي الى زعلك او عم شوفك عم تخرب على حالك كتير ممكن بانك كتير انتوائي مع هالشخص ومع هالعلاقة فعم تخرب على حالك سلف سابوتاج ممكن ومش عم تحكي لهالشخص عن انت شو بدك فبينتهي الوضع الى انك يعني تكون انت اللي عم تبدأ وعم تنهي عم شوفك وعم تيجي على حساب حالك بانك بدك بداية جديدة بس مش عم تحكي لانه عم تشوف انه في اولويات او اهتمامات اخرى اهم من هالاشي ممكن يكون الشغل ممكن يكون اي اشي اخر ولكن عم شوفك عم تاخد موقف او بالمستقبل رح تاخد موقف من هالشخص كتير صارم الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها بورج الجديد ممكن تكون ابراج نارية او ابراج هوائية ممكن ايضا عم تتعامل مع بورج الجوزاء و بالاخص بورج الجوزاء عاي بتوقع طاقتك هون عند هالشخص لانه هالكرت بيتبع بورج الجديد فبالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه كتير عم يفكر فيك الحبيب بطريقة جسدية او عم بيحس انه روحيا مرتبط فيك مش قادر يشيلك من رأسه ولكن في المستقبل لسه العروض اللي بده يقدمها عروض صغيرة لانه عم شوفه رح ينتقل من الفترة الحالية او في الماضي القريب بينكم كان فيه هالشخص كان بيحكي كتير الكمنيكيشن بينكم كان كتير عالي ولكن فيه المستقبل بخطواته القادمة عم شوفه منطوي على حاله اكتر مش عم يحكي بشو هو بيحس اكتر عم يحاول يستشفي هالشخص لانه بيحس انه بيحتاج وقت مستقطع بينه وبين نفسه لحتى اه يكتشف او لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح رح تروح لوين يعني لكن عم شوفك انت بس للمنفصلين منكم بس انفصلت عن هالشخص عم شوف انه انت مركز كتير او عم تحط مجهودك عم تحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الاخرى بصراحة عم شوف كرج الجدي عم بيحس بي خيبة امل اه كتير عالية من من تطور العلاقة يعني بيحسوا ان انت بتحسوا كأنه او بتحسوا كأنه كان في بينكم فرصة كتير منيحة ولكن اه ضاعت منكم ممكن تحس انه هالشخص ضاع منك ايضا بدنا نوضح اه الطاقات اكتر يعني ان جنرال بدنا نوضح هالشخص ليش اول اشي ليش عم يحس انه مهاجم او ليش عم يحس انه دائما محتاج اه يدافع عن حاله بالذات بيحتاج انه يدافع عن حاله بطريقة الكرت القلب بيحس انه بده يعني يكون دفاعي معك بطريقة الحكي او بطريقة الجدال يعني عم شوف فربل اكتر او حديث اكتر مما هو تصرفات فعلية يعني ممكن بالحكي عم تحس انه هالشخص كتير منغلق او كتير دفاعي معه فبدنا نشوف ليش هو هالشخص دفاعي شو السبب اللي بيخليه صعب التفاهم معه هالشخص في عنده شي اين عم يحاول يوفق بينهم وبتوقع انه هو عم يحاول يوفق بالعلاقة وبين وضعه المادي ايضا الا انه هالصاحبانين كذاب هالكرت فعم يحاول يوفق بين شي اين الشخص اللي عم تتعامل معه وهو مضطر انه او عم يحس انه مضطر انه ياخد طاقة king of sword هالملك لحتى عم شوف انه انت علاقتك مع هالشخص ممكن تبعده عن مجال عمله او تأثر على مجال عمله فهو بيشوف انه بده يقدم نوع من التضحيات لانه صعب عم يحاول انه يوفق بين هاي ويوفق بين هاي ولكن مش عم تزبط معه صعب عليه كتير فعم شوفه انه هو قرر في الوقت الحالي او بتاقته الحالية انه ياخذ وقت مستقضع ممكن لحتى يبني المستقبله او يبني مادياته طيب مشان هيك هو كتير من غلق على حاله ما عم يسمح للعلاقة انها تتطور خوفا من انه تأثر على اشياء اخرى بحياته او احلام اخرى بحياته وطموحات اخرى بحياته هو عم يسعى الى تحقيقها طيب بدنا نشوف هالشخص ايضا بدنا نوضح انت ليش منغلق اول شي بدنا نوضح انت ليش منغلق على حالك هون او بالمستقبل ليش رح تكون لانه هي طاقة المستقبل ليش عم شوفك كتير منغلق على حالك انت ممكن طاقته اصلا الشخص هي بتحكس عليك خم تاني فبالمستقبل انت عم تحس بنهاية من نوع ما عم تحس بالتكملة خبدا نشوف هالتكملة شو يعني الاشي اللي عم تفكر فيها او ليش عم تحس انه الوضع ميقوس للنوع عم شوفك انت بدك علاقة او بالمستقبل بتطمح بعلاقة انه تكون هارمونيوس او انه تكون متناغمة ومت يعني ومتوازنة عم شوفك بالمستقبل بتبحث عن التوازن واغلب التوازن اللي عم تبحث عنه توازن روحاني او توازن بحالك انت ايضا واحد من الاسباب بطاقتك بالمستقبل انه عندك 5 of swords 5 of swords انت بالمستقبل مش مستعد تتنازل عن قراراتك يعني انت شخص عنيد جدا بدك تثبت وجهة نظرك ولو على حساب حالك ولو على حساب انك تخسر الناس في الطريق او تخسر علاقة او تخسر حبيب عم شوفك برغم انك بدك تحكي مع هالشخص وبرغم انك بدك بداية جديدة مع هالشخص لانه العامل المشترك بينكم هون في بدايات فانت بدك بداية ولكن بدايتك اه فيها حكي فيها صراحة اكتر هو بده بداية عاطفية اكتر فعم همجوف انه انت بالمستقبل ما بدك تتنازل عم تبحث عن الشفاء ما بدك تتنازل واحدة من الاسباب اللي ممكن تأخر بالطاقة بينكم او تأخر بالتواصل بينكم انه انت عم تنظر للامور من منظور واحد من منظورك انت بدك الامور تمشي متل ما انت بتريد وعم تعاند شوي طاقتك فيها شوي عيناد لانه بدك توصل الى النقطة اللي انت بدك ياها او بدك الشخص يعني بدك ياه يكون مرن اكتر بحيث انه يمشي مع اللي انت بدك ياه او اللي انت بتتوافق معه طيب بدنا نشوف هالشخص لانه هو مبين انه منطوي على حاله بهالفترة ولكن الرابطة الروحانية بينكم كتير قوية عم يفكر فيك هالشخص كتير وعم يفكر فيك ايضا بطريقة جسدية بطريقة شغوفة كتير فبن نشوف هالشخص هل رح ياخذ خطوة بالتقدم تجاهك هل بدك يحكي معك شو رح يصير بعد فترة السكون هاي فهالشخص في عنده عرض حب كتير كبير بده يقدموله اليك لانه في عندك هال الفارس على على الخيل او على الاحصان متجه الى مطرح متجه الى مطرحتك ورقة تقدم هاي وايضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية ممكن البداية بينكم تكون او ممكن الحكي بينكم يكون او هالشخص يتقرب منك بطريقة اصدقاء قبل ما تكون بطريقة جدية همشوف ان هو بده يخليها عفوية اكتر بالبداية او كبداية بده يها تكون عفوية اكتر تبدأ بمنظور صداقة بعدين تنتهي الى ارتباط او او تنتهي الى حتى هالشخص ممكن يعترف لك بحقيقة مشاعره او مدى عمق مشاعره انت ممكن اصلا ما تتوقع او ما تفهم او ما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص اتجاهك بالنسبة للاورز بتحكي عن صونت وايضا بتحكي عن اتخاذ قرار فبدنا نشوف لانه هالطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تاخدو انتو كطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف اذا الاوراق راح تكون متناغمة مع بعض او راح تكون متضاربة يعني بدنا نشوف اذا راح توصلوا لنفس الاستنتاج او راح تكونوا في مطرحين مختلفين فكريا عقليا فبدايات جديدة راح تكون بدايات جديدة بالحكي راح تكون ممكن ما يكون في عرض حب بسرعة يجيك او ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب لانه هاي فقط ترمز الى الكمنيكيشن ترمز ايضا الى اعترافات فاي اشي كان خبه بينكم راح تحكوا فيه ايضا راح تشاركوا لبعض او راح تحكوا لبعض عن امالكم بها العلاقة او يعني العلاقة بينكم راح تنتهي بانتصار لانه او التواصل بينكم راح ينتهي بانتصار لانه هالشخص طالع من معركة منتصر فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلا الى انه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة فيها انتصار وفيها ايضا وشف في المنت امني تتحقق فاوراق كتير منيحة بصراحة اوكي حباي ببرج الجدي اتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شار وسبسكايب ان شاء الله راح جوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا اشتركوا في القناة